إزاي نتكلم على إن إحنا إزاي نتربى على إن الزمن نعمة وإن السنة الجديدة دي نعمة فإحنا بنشكر ربنا على إن السنة مرت بنعم كتير وسنة جاية بنعم أكتر وعشان كده بنتوجه إليه سبحانه وتعالى وبندعي بقلب جواه يقين إنه يجعل السنة الجديدة مليانة بالخير والنور ووسع فدي عبادة ومن أكتر لأوقات اللي ممكن نعلم فيها أولادنا قد إيه ربنا بيحبهم هو وقت الفرح بنعمة السنة الجديدة إيه ده؟ أنتم مش هتقولون إن السنة الجديدة دي عب لا 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 نعمة لإن البدايات يا سيدي بتبقى مليانة بأنوار الله سبحانه وتعالى لو سمحتوا بركزوا معايا عشان أولادنا محتاجين حياتهم تبقى أحلى من كده وأفضل من كده وأكثر وعيا من كده يجي بعد ما نتراكم الأشياء في حياة الأولادنا نيجي بعد كده نقول أولادنا طالعين معقدين ليه وعشان كده نعمة البدايات وبداية السنة الجديدة دي نعمة نعمة ليه؟ لأنها حديثة تعادم بربها فمن سؤن الله في البدايات إن هي بتبقى مشحونة بالنعم زي نعمة أو عشان كده لازم نقابل النعمة دي بعبادة الأمل وشكر الله على نعمة السنة الجديدة فتلاقي إلوبنا بيملاها الهمة لما نحس إن فيه مدد من ربنا يحصل لنا تلات أربع حاجات كده ويحصل لأولادنا هذا الشعور لما يحس إن السنة الجديدة دي نعمة وهو هيشكرها يحس بالهمة والنشاط ويستبشروا إن اللي جاي مليان بالخير والود ويبقى سهل عليهم إن هم يعيشوا حياتهم أفضل من كده يبقى النشاط ويستبشروا إن اللي جاي مليان بالخير والود ويبقى سهل إننا ندي ظهرنا للماضي بأوجاعه مش ندي ظهرنا نقول إن الأوجاع دي كانت اختبار وتعلمنا منه الدرس فنقفل ونتخلص من الأوجاع ومن المخاوف ونستقبل عهد جديد وإحنا متيقنين إننا في كنفر ورحمة ربنا سبحانه وتعالى وزي نعمة التعرف على الله والرضى به سبحانه وتعالى لما بنرجع السنة اللي فاتت ونحس قد إيه كانت مليانة بأرطاف الله ووده وتوفيقه نقل إن الأحداث الصعبة كانت نعمة لأنها خرجت أجمل ما فينا فتعلمنا التسليم والرضى والثبات ونعمة العبات الجديدة اللي ربنا بيدهاننا في السنة الجديدة في كل بداية سنة جديدة الإنسان فينا بيحس كأنه صابح عارفين صابح يعني إيه؟ تحس كده وكأنه عامل زي الزرع المسقي صابح كده ومورد بيحس إنه مولود جديد برزق جديد فبيعيش بنفس بنفس جديدة وبقلب سليم لو إنه هو حسب مقدار هذه النعمة وحتى لو كانت النعمة مكررة إزاي بقى نحتفل مع أولادنا بالسنة الجديدة؟ إزاي نفرح مع أولادنا بنعمة البدايات؟ أول حاجة لازم نعلم أولادنا إن هم يتخلصوا من أعباء المخاوف وأعباء الماضي بإيه؟ بإن إحنا نتوب عن معصية عن المعصية ونتوب عن أهم معصية من المعاصي اللي عندنا معصية إيه؟ استصغار النعمة فتوبوا إلى الله أيها الأباء من معصية إن إنتوا تعلموا أولادكم استصغار النعمة وإنتوا نفسكم بطلوا استصغار النعمة واحد عنده كل غريق في النعمة فيقولك وفين بقى؟ ربنا ما تدنيش أنا منتظر يعني منتظر الفرج قولي إنت فيه ده إيه؟ ده بعض الناس بيظلوا بالأربعين سنة يشكروا ربنا على نعمة الكلام أو نعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة الإحساس أو نعمة الشم وإحنا عندنا درس كبير جدا جدا نتعلمناه في كورونا بلاش تدخلوا السنة الجديدة وقلوبكم مليانة بالمخاوف والأوجاع بلاش تورسوا بلاش سألوني ما أسوأ ميراث أن تورسوا أولادكم المخاوف بلاش تربى أولادكم المخاوف عندما اعدامناه في أروس